اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي بانتصار الفريق الملكي بلقب بطولة جوليانز الدولية للقدرة التي أقيمت في فرنسا عبر الفارس الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الذي توج بالمركز الأول في سباق 160 كم من جانبه عرب الشيخ محمد بن مبارك الخليفة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد على دعمه المتواصل للفريق ما سهم في تحقيق المركز الأول في بطولة جوليانز الدولية للقدرة مشيرا إلى أن هذا الانتصار ثمرة دعم سموه للفريق وأشاد الشيخ محمد بن مبارك أشار إلى أن المنافسة كانت قوية ومثيرة في جميع المراحل التي شهدها السباق مبينا أن الفوز سيكون حافزا للفريق لبطولة العالم المقبلة موضحا أن الفريق يسير على الخطة التي تم وضعها للوصول إلى كامل الجاهزية لبطولة العالم المقبلة حيث كسب الفريق خبرات كبيرة من هذه المشاركة الإيجابية هذا وتمكن الشيخ محمد بن مبارك من الحصول على المركز الأول بجدارة واستحقاق في السباق الذي شهد مشاركة نخبة من الفرسان من عدة دول أوروبية